السلام عليكم معاكم اسماء ابراهيم نهاردة هنعمل طريقة كيكتر طايجر بثلاث بطاط بس يلا بينا على المقادير وطريقة التحضير هننزل بثلاث بطاط بدرجة حرارة الغرفة في الخلاط وكوباية ونص سكر وكوباية حليب ونص كوباية زيت ومعلقة خل ورشة ملح وكسين فانيليا ونضرب المكونات دي كلها في الخلاط وده القوامل اللي عايزين نوصله وبعد كده هننزل كوبايتين ونص دقيب انا بحجيب بكمبودر كوكس ده بكمبودر ان انا بفضله حطيت معلقة وقلبت كده كويس لحد ما دابت لديه وبعد كده خدت 3 معالق من العجين الابيض حطيت عليه 4 معالق كاكاو خام نزلت معلقة الزيت في الصينية وهنزل بكبشة من خليط الفانيليا ومعلقة من خليط الكاكاو وهفضل اقرر العملية دي لحد ما العجين اللي عندي كله يخلص وهدخلها الفرن لمدة 30 دقيقة ما افتحش عليها خالص وبعد كده اختبرها بسكينة او اي حاجة سكينة فيها عجين بسيبها كمان 10 دقيقة لو نضيفها بكتفي بال30 دقيقة وطلعها وده الشكل النهائي بتاعها جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم وبالفهانا وشيفا